قتل وجرح في اشتباكات عنيفة في العاصمة اللبنانية بيروت وسائل إعلام اللبنانية أعلنت عن سقوط قتل وإصابة آخرين بجروح خطيرة إثر تظاهرة احتجاجية على قرارات المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت محيط قصر العدل شهد تواتراً أمنياً في أعقاب إطلاق النار الذي تزامن مع رفض محكمة التمييز في بيروت الطلب الثاني بتنحية المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ الذي تسبب في مقتل 214 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح عاد عن دمار واسع في العاصمة والتطورات الحالية في لبنان تثير مخاوف من تفجر الأوضاع في بلد يعيش على حافة الهاوية اقتصادياً فضلاً عن أزماته السياسية والاجتماعية العميقة